لا مجال للإصلاح في وزارة الصحة العراقية ومن يلوح بالإصلاح فمصيره مثل مصير وزير الصحة على الدين العلوان الذي قدم استقالته بعد أشهر على تعيينه في هذا المنصب تقارير حكومية تتحدث عن وجود مافيات مدعومة من كتل سياسية في جميع مفاصل وزارة الصحة تسيطر على عقود الأدوية والمستلزمات الطبية وتؤكد التقارير أن تلك المافيات أجبرت العلواني على تقديم استقالته مرة ثانية إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي برلمانيون يؤكدون أن المافيات في وزارة الصحة استحوذت على جميع دوائر الوزارة وعقودها وصفقاتها منذ سنوات وأخذت تستخدم الوزارة كمورد رئيسي لها لتمويل مشاريعها السياسية والانتخابية بينما يرى آخرون أن استقالة الوزير العلوان هي رسالة واضحة مفادها أن الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل في تاريخ الحكومات العراقية التقارير الحكومية بيّنت بالتفصيل المشكلات المتراكمة التي تعاني منها وزارة الصحة منذ سنوات ولعل أبرز تلك المشكلات بحسب هذه التقارير هي شح التمويل وتدني الأولوية الممنوحة للقطاع الصحي في الموازنة الحكومية لكن أخطر ما أكدته هو تأسيس نظام التمويل الذاتي وجباية الرسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للمواطن بعد أن كانت تقدم بالمجان قبل عام 2003 التقارير تحدثت أيضا عن تخصيص مالي متدن في موازنة عام 2019 إذ لم يخصص للقطاع الصحي سوى تريليون ونصف تريليون دينار وهو تخصيص لا يكفي لسد الاحتياج المحلي من الأدوية الأساسية ويعد الإنفاق الصحي للفرد الواحد في العراق هو الأدنى في المنطقة وقدر بـ 152 دولارا للفرد الواحد في عام 2015 إهمال القطاع الصحي من قبل الحكومات المتعاقبة وتدني التمويل المالي له خلال السنوات الماضية مع استمرار سرقة تخصيصاته المالية بالعقود الوهمية أدى إلى إفقار العراق في مجال بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإن وجدت فهي تفتقر إلى الإدامة وشح الموارد البشرية وسوء توزيعها وهو ما سبب عجزا في تقديم الخدمات الصحية والوقائية بجانب أعباء مالية على الفقراء بسبب الرسوم المفروضة على المرضى المؤسسات الصحية الدولية تشير إلى أن أكثر من 70% من تكاليف الرعاية الصحية في العراق يتحملها المريض العراقي وفي مقابل ذلك يحتاج العراقيون إلى نحو 3000 مركز صحي بينما لا يوجد في عموم البلاد سوى 281 مستشفى حيث يتشارك أكثر من 120 فردا في شرير واحد فقط كل ذلك وأكثر يحدث في العراق الجديد عراق الديمقراطية الأمريكية وهيمنة الميليشيات والأحزاب الدينية الإيرانية اشتركوا في القناة